أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات تنمية سيناء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقارير حول الموقف التفصلي للتجامعات التنموية في سيناء وكذلك موقف تقنين الأراضي هناك بالأضافة إلى تقرير آخر عن خطوات استصلاح الأراضي الجديدة وذلك تمهيداً للعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي اشتركوا في القناة